نبدأ على بركة الله افتتاح مؤتمرنا العلمي عن الإمام الباقري عليه السلام ونبدأه بالبحث الافتتاحي الموسوم بدور الإمام الباقر عليه السلام في التثقيف لمرجعية الفقهاء لسماحة الشيخ جاسم الوائلي وهو أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرفي أدعوه متشرفاً ليوتحفنا مما أفار الله عليه من علمه فليتفضل مشكوراً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين للتصحيح فقط أنا لست من الأساتذة فإن عنوان الأساتذة الحوزة هو عنوان خاص ومرتبة خاصة لا أدعيها واقعاً وليس تواضعاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين دور الإمام الباقر صلوات الله عليه في التثقيف لمرجعية الفقهاء المقصود بهذا العنوان هو إخراج مرجعية الفقهاء من النظرية إلى التطبيق باعتبار أن المؤسس الأول لمرجعية الفقهاء هو القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذه الآية الشريفة تدل على مرجعية المتفقهين في الدين على كلا تفسير الآية الشريفة هناك من فسرها بأن هذه النفرة هي النفرة إلى الجهاد وأن الآية تقول ما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة الكل يذهب إلى الجهاد لا بد من جماعة تتفرغ للتفقه في الدين وأولئك الذين نفروا إلى الجهاد حينما يرجعون يأخذون تعاليم ومعالم دينهم من الذين تفقهوا على النبي صلى الله عليه وآله فصار للمتفقه المرجعية بنص هذه الآية لمن لم يتفقه على رسول الله صلى الله عليه وآله وهناك تفسير آخر وهو أن النفرة ليست النفرة إلى الجهاد بل النفرة من الأقطار والقصبات والمدن إلى المدينة أن يأتي الجميع إلى مدينة رسول الله لكي يأخذوا معالم دينهم هذه قضية ما ممكنة وما كان قضية ما لا تكون يعني لها العملية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من كل بلدة من كل جماعة من كل قرية فللجمع طائفة الطائفة من ثلاثة إلى تسعة في اللغة العربية ولكن هنا لا يراد المعنى النحوي يعني في المجموعة صغيرة بنحو لجوب الكفاء هؤلاء يذهبون إلى المدينة يتفقهون على رسول الله صلى الله عليه وآله وحينما يرجعون إلى قراهم وبلداتهم يصيرون مراجع للناس الذين لم يذهبوا إلى المدينة وعندنا رواية كثيرة من هذا القبيل يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول سيدي أنا شقة بعيدة مثلا وقد أحتاج في بعض المسائل أنا مو في كل مسألة أحتاجها أجي إلى المدينة خصوصا في ذاك الوقت اللي كان وسائل النقل عبارة عن أجلكم الله البعير والفرس وما إلى ذلك فيقول له أفيونس بن عبد الرحمن فقه أخذوا منه معالي مديني يقول بلى ويقر الإمام ويشرع لمرجعية يونس بن عبد الرحمن فالمقصود من التثقيف لمرجعية الفقهاء هو إخراجها من النظرية ومن مجرد التأسيس القرآني إلى واقع خارجي بحيث الإمام نفسه صلوات الله وسلامه عليه يضع ويحدد بعض أصحابه ليكونوا مراجع ليس للشيعة فقط مراجع لكافة المسلمين والإمام على قيد الحياة يكونوا مرجعا لهم في المدينة وبيت الإمام قريب من بيت هذا المفتي بحيث يذهبون إلى المفتي والإمام إلى جوارهم ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى الإمام وفي ذلك تشريع من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لحجية الفتوى وأن قول الفقيه حجة حتى مع التمكن من مراجعة المعصوم يعني لو كان اليوم في عصرنا أكون معصوم ما بين واحد يرجع للفقهاء يقول المعصوم يمي ليش أروح للفقيه لأن الفقيه يخطئ ويصيب الإمام يقول لا المرجعية تكون للفقيه حتى في حياة الإمام ووجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذن المقصود من هذا العنوان التثقيف لمراجعة الفقهاء هو إخراجها من النظرية إلى التطبيق والإمام شخصها في أشخاص معروفين من كبار فقهاء أصحاب أئمتنا عليه السلام ولكن قبل الخوف في ذلك لا بأس في تسليط الضوء على مسألة مهمة ولتكون هذه تمهيدا للبحث وهي أن أدوار الأئمة عليه السلام على قسمين أدوار مشتركة يكلف بها كل إمام من الأئمة الاثنى عشر يطلع بها جميعا كل إمام منهم وهناك أدوار خاصة تناط ببعض الأئمة دون بعضهم الآخر من الأدوار المشتركة القيموم على الدين في الإمام المعصوم في عصره هو القيم على الدين ومعنى القيموم أن يكون هو المحافظ على الإسلام المحافظ على الشريعة من التحريف من التزييف وما إلى ذلك في مقابل الذين يؤولون الشريعة يحرفون الشريعة يزيفون الشريعة بمحاولات وقعت تاريخيا وما زالت تقع فيكون الإمام هو الحامي للدين والحارس للدين والقيم على الدين هذا الدور قد أنيط بجميع الأمة عليهم السلام وهو من الأدوار المشتركة وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي تعرفونه العلماء ورثة الأنبياء في ذيل الحديث يعلل الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قضية أخذ العلم من أهل البيت يقول فإن فينا أهل البيت في كل خلف في كل جيل فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه أي عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هذه من أدوار الأمة عليهم السلام المشتركة ومن الأدوار المشتركة والمهمة بين الأمة عليهم السلام بيان معالم الدين وشرح ما أجمله الكتاب العزيز والسنة المطهرة والمقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وآله والأمة عليهم السلام فإن السنة هي كالقرآن أيضا فيها مجمل وفيها محكم وفيها متشابه وبعض البيانات تكون تفسيرا لبيانات سابقة فمثلا تأتينا آية مجملة لا يفسرها النبي صلى الله عليه وآله ويترك تفسيرها لأمير المؤمنين عليه السلام لأن الأمة ستحتاج إليها في زمن أمير المؤمنين أو أن أمير المؤمنين عليه السلام يترك بيانها إلى زمن الإمام الحسن عليه السلام لأن الأمة ستحتاج إليها في زمن وهكذا بقيت عندنا مجملات في الكتاب العزيز في السنة المطهرة تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان وهناك تفصيلات تحتاج إلى تفصيلات أخرى يعني شبه حديث يفسر آية بتفسير معين يأتي حديث آخر يفسر هذا الحديث الآخر ويعطيه مساحة أوسع مثلا تسمع في حديث أن الأسماء مثلا الذي علمها الله عز وجل لآدم هي أسماء أهل البيت علم السلام في حديث آخر تستفيد من أن ذاك الحديث الذي خص قضية تعليم الأسماء بأهل البيت هذا لا على نحو التخصيص بل على نحو أن هذه أبرز وأشرف المصادق وإلا فإن الله عز وجل قد علم آدم حتى اسم البصاط أن هذا اسم بصاط علمه أسماء كل شيء فهذا الدور دور البيان والتفصيل والشرح لما تقدم من النصوص هذه من الأدوار العامة المناطة بجميع الأئمة عليهم السلام ولهذا برزت عندنا ظاهرة نستطيع أن نعطيها عنوان ليس حيث تذهب ليس حيث تذهب يجي واحد الإمام عليه السلام يقول له مثلا نقل عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله أن اختلاف أمتي رحمة فإذا كان اختلاف الأمة رحمة فاتفاقها إذا نقمة الإمام يقول ليس حيث تذهب أنت ورح ذهنك رح ذهنك إلى الاختلاف وين في الرأي إذا كان الاختلاف في الرأي رحمة فالاتفاق في الرأي ما يصير 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 نقمة ليس حيث تذهب وإنما عنى بالاختلاف هو الاختلاف إلى أهل البيت علم السلام فإن الاختلاف باللغة العربية كما يأتي بمعنى الاختلاف الرأي وغيره يأتي بمعنى التردد على الشيء أو التردد على الشخص أو التردد على المكان فهذا الاختلاف إلى أهل البيت هو الرحمة للاختلاف فيما بينهم بالآراء هذه الظاهرة ظاهرة تفسير الحاديث بيان الحاديث النصوص القرآنية هي من الأدوار المشتركة وفي هذا المجال ورد في الكافي الشريف بني الإسلام عن إمامنا الباقر صلى الله عليه صاحب هذا المؤتمر بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية والراوي طبعا زرارة قال زرارة ابن أعين فقلت وأي شيء من بالك أفضل فقال الولاية أفضل ليش مولانا يقول لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهم إذن مو كافئة عندك في القرآن صلاة وصوم وحج وزكاة هذه كلها يكون تاخذ تعاليمها وتاخذ أحكامها وتاخذ كل ما يتعلق بها من أهل البيت يعلم السلام وهذا دور مناط بالجميع أيضا وأما الأدوار المختصة فهناك أدوار قد أنيطت ببعض الأئمة دون بعضا من قبيل ما أنيط بإمامنا الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه من أن دوره يقتضي الخاص أن يصالح ويهادن معاوية تقديما للمصلحة العليا للإسلام وإن اقتضى الأمر أن يسلم إليه الحكم وهذه قضية لا يتحملها إلا ملك مقرد أو رسول أو مؤمن امتحن الله قلبه للإمام لذلك أكثر الشيعة لم يتحملوا هذا الموقف من الإمام صلوات الله عليه حتى قال له بعضهم السلام عليك يا من أذللت رقابنا الآخر يقول السلام عليك يا مذلل المؤمنين والإمام يستقبلهم برحاب الصدر وبكل هدوء يقول له لا عليك يا فلان انزل من على راحتك تعال اجلس هنا ماذا قلت آنفا شنو قلت قبل قليل قال قلت السلام عليك يا من أذللت رقابنا قال أنا ما أذلت رقابكم وإنما صالحت بقيا عليكم وإن الذي صنعته لهو خير لكم مما طلعت عليه الشمس ومن يجمع هذا التراث الوارد في صلح الإمام الحسن علي السلام وقد شاركنا فيه في أحد المؤتمرات التي قيمت لذكر الإمام المشتبى صلوات الله عليه يخرج بالنتيجة واحدة وهي أنه لا بديل عن المصالح لا بديل عن تسليم الحكم لمعاوية لعدة أسباب وعلى إحداها أن تسليم الحكم إلى معاوية كان عقوبة لهذه الأمة وأن هذه الأمة كانت بحاجة إلى حاكم مثل معاوية أمة لا تستحق أن يكون الحاكم مثل الحسن صلوات الله وسلامه عليه وفي بعض النصوص تصريح أن الإمام لو قاتل معاوية لن تهى الأمر في النهاية وفي آخر المطاف بانتصار معاوية ويتم بعد ذلك أسر الإمامين الحسن والحسين عليهم السلام ثم يكون معاوية مخيرا بين قتلهما أو أن يقول لهما اذهبا فأنتما الطليقان اذهبا فأنتما الطليقان فينزع لقب الطلقاء من آل أبي سفيان ويلبسه لأهل البيت ويبقى عارا على أهل البيت وشيعتهم إلى يوم القيامة ولا يوجد شيع على وجه الأرض يرضى أن يقال للإمام الحسن أو الحسين أنه طليق ويتمنى ألف صلح على أن يقال للإمام طليق وهكذا من الأدوار الخاصة ما أنيط بإمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يرفض البيعة ويخرج إلى مكة ومن مكة يستجيب إلى دعوات الكوفيين ويذهب إلى الكوفة وهو يعلم أنه مقتول لينتهي به المطاف في تلك الصورة من الشهادة التي رسمها الله سبحانه وتعالى لسيد الشهداء والثلة من أهل بيته وأصحابه لعلمه تعالى أن هذا الدين لا يمكن أن يحيا ولا يمكن أن ينتقذ أو ينقذ من بني أمي اللي كان مخططهم الأساسي طمس الدين وإعادة أمجادهم الأولى وإعادة الناس إلى الجاهلية الأولى لم يكن هناك أي حل وأي سبيل لإنقاذ الدين إلا بقتل الحسين عليه السلام مع تلك الثلة الطاهرة بتلك الطريقة وتلك اللوحة التي رسمت في كربلا ليبقى هذا الدين حيا إلى يوم القيامة فكانت كربلا كما أرادها الله سبحانه وتعالى ومن الأدوار المختصة ببعض الأمي معلم السلام ما اختص الله به إمامنا الباقر وإمامنا الصادق صلوات الله عليهما وهو التفرغ منهما تماما لنشر علوم محمد وآل محمد ولو أدى ذلك إلى أن يعتزل عالم السياسة اعتزالا تاما بكل ما للكلمة من معنى فأن الدخول في السياسة في ذلك الوقت يعني طلب الخلافة لا شيء آخر لا يوجد شيء اسم سياسة في ذلك الوقت يدور وزارة أو حتى يصير قائد شرطة أو شيء من هذا القبيل السياسة في ذلك الوقت السعي للسلطة إذا كان عندك حركة في ذلك الوقت حزر عندك يعني أنت تريصي الخليفة المسلمين أي تحرك سياسي هذا معنى وأي حركة من الإمامين الباقرين كانت تعني تعريض حياتهما للقتل والتصفية وبالتالي ذهاب الدين واندثار شريعة سيد المرسلين فكان من الاستحقاقات وضريبة بيان علوم أهل البيئة عليه السلام بشكل كامل أو بخلف نقل مهما أمكن وببيان أكثر قدر ممكن من علومهم كان استحقاق ذلك أن لا يتدخل الإمام في أي جنبة سياسية ولا يكتفي بذلك بل يحاول الإمام أن يوحي للخليفة بأني لا شأن لي بالسياسي بأي طريقة حتى وصل الأمر بإمامنا الصادق وهذه أيضا تحتاج إلى قلوب مؤمنة حتى تتحمل هذا المشهد لأننا مع الأسف كثير مننا ديننا عاطفي دين عاطفة مودين عقيدة أن يصل الأمر بإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اللي رفض هو في يوم من الأيام أن واحد يقول له يا أمير المؤمنين ووقف على قدميه وصلى على أمير المؤمنين ووبخ هذا الشخص الذي ناداه بإمرة أمير المؤمنين ويقول له هذا اسم مختص خصه الله عز وجل بعلي بن أبي طالب عليه السلام لا يكون حتى للحسنين فضلا عن الباقر والصادق هو نفسه الذي يعني يوبخ هذا القائل ويستنكر عليه بهذه الدرجة من الاستنكار هو بنفسه يدخل على الدوانيقي يقول له السلام عليك أمير المؤمنين تصور الإمام كم أوغلف التقية مع هؤلاء هذا اللعين لما كان يبلغه عن الإمام بعض الكلام من بعض الوشات بأن الإمام يدبر شيئا ما كان يرسل في طلب الإمام يودي هذا المبعوث ما يقول له تأتيني به على الحالة الذي هو فيه شون موجود الجبلية الإمام خلنا نقول فيه دججاج تلبيت يعني لا بس دججاج وعلى السجاد يطوب له يقول له أمير المؤمنين يدعوك يقول له أخلي ردائع علىه يقول له أبدا ما أخليك ما أخليك ويلزم الإمام من كمه هكذا ويأخذه سحبا إلى دار الخلافة إمامك المعصوم يسحبون منه ويذهب بالدجاجة ما تبقى ميصة فقط ويذهب يقف أمام الدوانيقي الدوانيقي يقرأ عليه التهم أنت تفعل كذا شي يقول للإمام ما فعلت ذلك والله يا أمير المؤمنين ما فعلت ذلك والله يقسم ويسمي أمير المؤمنين من يتحمل هذا الموقف يقول الإمام الصادق هكذا يقف موقف بعقليتنا هاي المعاصرة حاشاه الإمام سوف يتهم بالجبن ولكن لا يعي أن مصلحة الإسلام العليا تقتضي أن الإسلام أو أن الإمام صلى الله عليه يتحمل كل هذه المواقف من أجل بقاء شريعة سيد المرسلين وبعبارة أخرى صريحة الإمام صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يأكذ أكثر وقت ممكن لبث العلوم إيش قد يقدر يبقى عدل على قيد الحياة يظل يدفع الظالم يدفع الظالم عن نفسه وينشر العلوم ويربي جيلا من الفقهاء يكونون مراجع للناس كافة حتى لغير الشيعة كان محمد بن مسلم الطائفي مرجعا لأبي حنيفة أبو حنيفة كان إذا صعبت عليه مسألة وأغلقت عليه مسألة يأتي بأحد العوام ويقول امضي إلى محمد بن مسلم الطائفي واستفته في هذه المسألة فما يجيبك به ائتني بالجواب هذا يروح يستفتي محمد بن مسلم الطائفي اللي هو من تلامذة الإمامين الباقرين ويجيب النتيجة هذا يأخذ النتيجة ويجاوب السائل وما يقول لأني أني جبت هذا السؤال ليش؟ لأن هؤلاء كانوا مراجع للمسلمين الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أخرج مرجعية الفقهاء من النظرية من التأسيس المجرد إلى كونها ثقافة عامة يذهب أو ينظر إلى أبان ابن تغلب ابن رباح اللي هو ابن أبي رباح اللي هو بكري وائلي يقول له يا أبان اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس الناس يقولها ليس فقط الشيعة فإني أحب أن يرى في شيعة مثلك ويقول النجاشي كان هذا أبان لغويا محدثا نحويا مفسرا جليل القدر له منزل عند أهل البيت وقدم ومسجد المدينة قريب من بيت الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فما معنى أي أمره الإمام أن يجلس في المسجد ويفت الناس هو بيت الإمام قريب من المسجد هذا يعني أن فتوى الفقهاء تكون حجة في حق المستفتي وإن كان بإمكان المستفتي أن يراجع المعصوم يعني ما يحتاج يروح إلى بيت الإمام الباقر وأي دعم أقوى من هذا الدعم اللي بحيث الإمام يقول للشيعة روحوا راجعوا أبان ابن تغلب من بعده يجي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اللي يقول للأصحاب هل لكم أما لكم من مبزع أما لكم من مستراح يسيرون منه إلما للمرجع يقول لهم هذا النصري النصري هذا ما يمنعكم من الأخذ منه وهكذا يشوف الإمام ربا زرارة ابن أعين محمد ابن مسلم أبو بصير غيرهم جماعة حتى نص الكشي في كتاب الرجال أنه أجمعت العصابة أي علماء الإمامية على أن هؤلاء كانوا أفقه الصحابة وتصح ما يصح عنهم وتصديقهم فيما يقولون وأن المرجعية كانت لهم وأن أفقه الجميع كان زرارة يعني إذا الأمة رادت فرد فتوى وصار بها خلاف يرجعون الذولة الستة الستة إذا اختلفوا بناتهم يرجعون إلى زرارة طيب والإمام موجود ليش يا أمة ترحل للستة أصلا والستة إذا اختلفوا ليش ترحل إلى زرارة أصلا والإمام موجود هذا يعني بالقلم العريض أن المرجعية كانت للفقهاء في زمن الأمة عليهم السلام ومن الخطأ الشائع أن مرجعية الفقهاء بدأت في مرحلة الغيبة الغيبة الكبرى وهذا ما فصلنا الكلام عليه في كتابنا مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مزيدا من التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد شكرا جزيلا لسماحة الشيخ وهو الأستاذ والمتعلم إن شاء الله في سبيل النجاة على هذا البحث القيم الذي أثار فيه كثير من الأبعاد التاريخية وبين فيه الأدوار العامة والخاصة للأمة عليهم السلام وأن هذه الأدوار بالإمكان أن تكون بعضها للفقهاء وهو تأصيل أعتقد هو جدير بأن يدخل في إسهاماتكم ومناقشاتكم لأننا سنفسح المجال لحضراتكم من يريد أن يساهم في إثراء هذه المحاضرة القيمة طبعا الوقت جدا محدود أيضا عندنا فقط يعني عشر دقائق نبتدئ أو نأخذ فقط ثلاث يعني مداخلات نعم نبتدئ من سماحة الشيخ تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام مصطفى مصر العاملي شكرا لكم سمحت الشيخ على ما تفضلتم به وعلى دقة الربط بين العنوان والموضوع بما فصلتم فيه ولكن يمكن أن نتوقف عند مفردتين مما مر في كلامكم المفرد الأولى عندما ذكرتم الأنموذج لأصحاب الإمام عليه السلام الذين كلفوا من الإمام في زمانه بأن يرجع إليهم الشيعة مثل زرارة أو فلان وفلان هناك مرت فقرة في كلامكم أن الإرجاع إليهم كان بزمن الإمام مع احتمال الخطأ منهم وهذا ربما لا يتم في المقام لأنه عندما يكون هناك تكليف خاص لأن التكليف هنا من الإمام لمثل هؤلاء الأفراد كان تكليفا خاصا يختلف عن التكليف العام الذي يفهم من سياق الآية فعندما يكون هناك تكليف خاص من الإمام فهذا يعني أنه لا يمكن لهم أن تكون أحكامهم وآراؤهم مورد خطأ وإلا يكون في ذلك إغراء وحاشا أن يكون لذلك في ذلك إغراء هذه النقطة الأولى المفردة الثانية ذكرتم في سياق الحديث ما مر عن الإمام الصادق وغيره عليه السلام أو الباقر من موضوع الطقية وكيف كانوا يتعاملون وأشرتم إلى أن عدم التدخل في الجنبة السياسية كان بهدف مساهمة في نشر العلوم هنا التعليل نستطيع أن نقول لا وجه لهذا التعليل الدور الذي ارتآه الإمام في هذه المرحلة هو العمل الاستفادة من الجو العام والعمل على نشر العلوم كما هو واضح وليس من باب التعليل لعدم المشاركة في الوضع السياسي اللهم أشكر شكرا جزيلا أني سماحت الشيء السؤال الأول طبعا هناك بحثة في علم الأصول الله فعليكم أنه قضية الحجية يبحث فيها عن التنجيز والمعذرية أنه في حال الصواب تكون الفتوى منجز وفي حال الخطأ تكون عذرا للفقيه والمستفتي وأهل البيت ملتفتون إلى ذلك ملتفتون إلى أن الفقيه قد يخطئ وقد يصيد وحيث لا بديل عن ذلك لا بديل عن ذلك لا بد أن يقع الناس في خطأ هذا الفقيه الموجود مثلا في خراسان والمستفتي في خراسان كيف يراجع الإمام الباقر على السلام والذي في خراسان يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيد فما لم يمضي الإمام عليه السلام حتى الخطأ بنحو المعذرية لا يمكن أن تشير العربة كما يقال وأما كلامكم الثاني اللي تفضلت به أهل البيت كانت لهم خصوصية لم يكنوا يسمحون لأهل البيت أن يستفيدوا لا من جو عام ولا غير جو عام حتى لو جعل الجو العام للآخرين أهل البيت لا يعطون هذا الحق والمؤشرات موجودة كثيرة فكان لابد للإمام صلى الله عليه عليه أن يبعث بتطمينات للحاكم بأني لن أتدخل في أي شيء سياسي حتى يستغل الإمام أطول فرصة ممكنة وأطول مدة ممكنة على قيد الحياة لكي يبث علومه في المسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا في البداية أسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل الذي تقدم تموه سمحت الشيخ في نظر الإمام الباقر عليه السلام أنا عندي كلام في العنوان وفي المنهجية التي اتبعتموها في الوصول إلى النتيجة في العنوان أنه دور الإمام الباقر عليه السلام في التثقيف لمرجعية الفقهة هذا الإصطلاح إصطلاح المرجع الآن يعني في عرف الطلبة ما قام به الإمام الباقر عليه السلام حتى ما قام به الإمام الصادق عليه السلام المفروض أنه في إثبات حجية قول الخبر الأحاد أن هذا راوي وليس مرجع المرجع الآن كإصطلاح المفروض أنه الذي يبدل جهدا لكي يصل إلى فتوى الآن الزرارة أبان بن تغلوب أي من الأسماء الباقية مجرد أنه يطبق صغرى ما ترد عليه على كلام الإمام عليه السلام ينقل رواية الإمام عليه السلام فلذلك الآن متعارف أنه عندما نبحث في حجية خبر الأحاد يعني تنتقى هذه النماذج على أن الإمام عليه السلام جعل الحجية لأخبار هؤلاء لا أنه جعل الحجية لفتوى هؤلاء هذا واحد اثنيا أن الإمام عليه السلام لا يجعل حجية للفتوى لذلك الآن عندما نقول أنه الفتوى حجة حجة بحكم العقل لذلك الآن تجعل في أول الأمر يجب الاجتهاد أو التقليد التقليد بأي شيء بحكم العقل المفروض هذا فأن الإمام عليه السلام ثقف لمرجعية الفقهاء هذا أمر أراه غير مناسب باعتبار أن أصلا فكرة الإمامة وبحث نشر العلوم الفقهية في بداية متنفسها الإمام عليه السلام أول من بدأ في نشر علوم أهل البيت وكأنه هو الآن تبدأ صورته تنتعش في أثاني الناس فكأن القفز منه إلى الفقهاء في زمانه أمر ليس بالهيين والسحل الأمر الثاني المنهجية التي اتخذتمها أنه تكلمتم في البداية يعني في آية النفرة ثم انتقلتم إلى قضية الأدوار المشتركة والأدوار المختصة والقفز هي كأنه في ذهن حاضرة أنكم ستقفزون إلى أبان بن تغلب وتدعون أن أبان بن تغلب كلمة يعني افتي في الناس وكأنه افتي وكأنه هو مفتي ومرجح تقليل هذه القفزات ما أعتقد أنه وصلت إلى يعني بشكل ملعب أسأل الله لي ولكم إن شاء الله وتوفيقه العافية الإشكال الأول أنتم أجبتم عليه قلتم الراوي يطبق ليس كل راوي مطبق ولد يعني الإمام الباقر صلى الله عليه يروي عن جده صلى الله عليه وعلي يقول رب راوي ليس بفقيه ورب راوي أو ناقل إلى من هو أفقه منه فهناك من يروي الأحاديث ولا يستطيع أن يستنبط منها شيئا وهو راوي ثقة ونأخذ منه الحديث ونتعامل مع حديثه على أساس أنه حديث ثقة ولكن لا نعامله كثقيه ومفتي وهناك راوي يروي الحكم الشرعي لما نسئل منه لك الحكم الشرعي يقول لقول الإمام كذا يعني استنبطه منه نعم هناك فارق بين الاستنباط في زماننا هذا وما يتوقف عليه من أدوات والاستنباط ما كانوا بحاجة لا علم النحو لا إلى علم الآداب كلها أغلبها ما يحتاجونها نحن نحتاج إلى علم رجال وآداب وعلم أصول كثيرة لازم ندرسها حتى نوصل إلى عاملة الاستنباط هم كان لديهم الاستنباط سهلا وهذا لا يخرجه عن كون استنباطا غايته أنه سهل بالنسبة لهم وأما بالنسبة إلى الحجية فالحجية مو بالمعنى للباحث الأصولي لما يبحث شنو معنى الحجية أنت عندك ناس عوام لا درسين أصول ولا كذا هذا يشوف الإمام في بيته هو واحد قاعد يفتي وين في المسجد أول ما يتبادر إلى ذهنه أنه أنا شكرا يحل هذا استفتي والإمام شنو الإمام موجود من أشوف الإمام هو الذي يأمره بالتصدي ويقول له أفتي الناس ويفهم من الإمام أنه ما كدع تراجعني إلي هو هذا معنى حجية بمعنى حتى لو كان يحتمل في فتوى خطأ الإمام قد أمضى هذا الخطأ يقول لك هذا مشو على المنوال هذا وأنا أنصرف إلى بيتي وأنا مرتاح البال كعامي لأن الإمام هو الذي أمرني بالرجوع إلى كلان وكلان هذا الحجية بهذا معناها المبصر أحسنتم شيخ تفضل سمحت السيد اللهم صلي على محمد الوالي محمد أحسنتم شمحت الشيخ سيدنا ونحن نشكر مشاركتكم الكريمة ووقتونا ببحثكم وبإلقاءكم المميز أيضا للبحث ولعله خفى ولم يخفى على رئيس الجلسة أنه سمحت الشيخ عند جملة كبيرة من الكتابات والمؤلفات والمصنفات وقد قضع شطرا من عمره بالتأليف والتصنيف في المجلات العلمية وفي الكتب المستقلة وإلى آخره نشكر وجودكم شيخنا في هذا اليوم قد يقال في بداية كلامكم عن يونس بن عبد الرحمن هناك جملة من الروايات أن الأئمة يرجعونه الشيعة إلى بعض الأسماء الحارث بن مغير النصري أو زرارة أو بصير أو أبان أو محمد المسلم الثقافي غيره كثيرا هذه الروايات لعله يستكشف من عدها أنه إعاز معين خاص إلى هذا الرجل كإجازة إجازة خاصة لهذا الرجل في أنه يفهم ويفقه آراء أهل البيت من قبيل لو رجعنا إلى عالم من العلماء وسألناه عمن يعرف مبانيه الفقهية فلو تعذر عندنا معرفة مبنى من مبانيه الفقهية نرجع إلى بعض طلبته فيعين لنا فلانا أنه ارجعوا إليه أما أن نأتي إلى هذه الروايات ونقول أنها تؤسس لمنصب مرجعية بشكل عام قد يقال أنها لا تدل على ذلك لا أتبنى هذا الإشكال ولكنه يطرح نعم عندنا روايات كثيرة بالرجوع للفقهاء بشكل عام ولكن هذه الروايات التي ترجع إلى رجال خاصين قد يستكشف منها مجرد إجازة خاصة أما إجازة لمنصب عام بعد طبعا التثقيف المقصود بي هو الإخراج كما أشرته لعله مكررة المرجعية من النظري إلى التطبيق التطبيق يحتاج أشخاص خارجيين وطبق عليهم ما أقعد أعدد كل اللي موجودين ارجعوا إلى فلان إلى فلان لما ندخل في الحساب أن خصوص الوارد لا يخصص خصوص المولد لا يخصص الوارد إذا أدخلنا في الحساب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد إذا أدخلنا في الحساب تراكم القرائن مثلا إذا الإمام صلى الله عليه نص على أبان وسكت ما عدنا إمام آخر نص على آخر هنا يأتي ما تفضلتم به أما الإمام الباقر ينص على أبان هلان ينص على يونس آخر على النصر آخر على زرارة آخر على كذا سوف يفهم القارئ أنه لا خصوصية لأبان ولا لزرارة ولا للنصر وإنما الإمام أرجع إليهم لما يتمتعون به من فقاهة وإحاطة بأحكامه للبيت خصوصا هذا الذي سأل الإمام صلى الله عليه إذا اختلف الشيعة فيما بينهم يقول له انظروا إلى رجلين من أصحابنا قد نظروا في أحكامنا وعرفوا كلامنا انطاموا أصفات عامة ما انطاشوا أسماء أشخاص هذا من مجموع النصوص نفهم أن الامع المسلام كانوا عادة يرجعون أصحابهم إلى فقهاء أصحابهم لأن أصحابهم عوام وفقهاء كانوا يرجعون عوام أصحابهم إلى فقهاء أصحابهم حتى الرواة من أصحابهم غير الفقهاء الإمام كان يرجح إلى الراوي الفقه باعتبار كما قلنا قبل قليل في التقسيم النبوي رب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه حتى موضوعة الأعلمية كانوا يشتغلون عليها قبل قليل أنا قلت إذا اختلف الناس وين يرجعون للستة الأعلم الستة أعلم المجموعين إذا اختلف الستة يرجعون إلى زرارة لأنه كان أفقه الجميع فكل المرتكزات اللي عندنا اليوم كانت موجودة في ذاك العصر ولكن شبهت أن المرجعية للفقهاء كانت في زمن الغيبة هي اللي غطت على هذه النصوص ولم تقرأ بشكل جيد وهذا ما فصلته في كتاب مرجعية الفقهاء بالأرقام لمن أحب أن يراجع وينظر فيها شكرا جزيلا لصماحة الشيخ على هذا البحث القيم وله مننا كل الشكر والثناء شكرا لكم لإتاحة هذه الفلسطة وأقدم وأبدع في هذا البحث القيم حفظكم الله أهضر أحاكم أشكرا جزيلا يحفظكم إن شاء الله الله يسيد شكرا شكرا